السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في النهاردة هنتكلم على نقطة مهمة جدا وهي لو انا عايز اطبق البيم صح في الشركة بتاعتي. اللي مفروض ان انا اعمله. ايه هي المتطلبات اللي لازم اعملها عشان البيم يتطبق مصبوط. لان التحريك نحن هو البيم بيتطلب درجة عالية من الاتزام. لان كمية تغيير كبيرة جدا. بس المكافة هتبقى حلو اول. لعني لو عرفت اطبقى البيم هتبقى الشركة بتاحتك من شركات الرائدة وهتبقى في فرص كبيرة انها تاخد مشاريع اخرى. والفايدة هتعود على كل الناس اللي موجودة صاحب المكتب والموظفين وكل الناس اللي موجودة. تمام? فعشان كده اول حاجة لازم تعملها ان انت تاخد قرار اللي انت قال البيم. لازم تاخد القرار دوت. ولازم تعرف ازي هتقوم به. ومن خلال الخيارة تحت الواحدة هابدى اقول لك ايه اهم النقط. لان انت ممكن تكون عملت خمسة حاجات. بس في حاجاتك انت غافل عنها او ما تعرفهاش او ما خدهاش في حسابك. فهتقدي ان البيم ما يتطبقاش مزبوط. محتاج ان التزام وتخطيط ووقت لشان نطور الممارسات بتاعتنا ونقدر نطبق البيم ممتاز جدا وبقى فيه تحديد الاهداف وتحديد الميزانية والجدل الزمني ونبدأ نشوف هنطبق ازيه. في اساسي لازم كل اصحاب المصلحة في الشركة وفي المشروع يكونوا معانا في الفكرة دي يكونوا مقتنعين بالتغيير ويكونوا بيعملوا صبورت لنا. تمام? بحيث لما تحصل المشكلة يبقى فيه سند منهم. اا ما نجيش نطبق من غير ما يكون معرفينهم. تمام? فلازم يكون عندهم علم وعندهم علم بالوقت وزروف وايه اللي يحتاجوا التطبيق البيم. ولازم يكون معانا واحد اا بطل تغيير او بيم مانيجر بحيث ان لما تواجهنا مشكلة ممكن نقعد نفكه فيها كتير لأ هو يكون واجهته قبل كده فييه بدأ يقول لنا على الحلول بتاعتها او يبتكر حلول او يقول لنا ايه انسب حاجة ما كنا معها. يعني لما كان فيه كاد كان فيه كاد مانيجر وكان بيطلب منه بعض الحاجات فهي نفس الفكرة في البيم اللي محتاجين بيم مانيجر. يكون عارف برامج البيم وعرف المحاكاية وعرف ازاي يضرب الموظفين وازاي يرفع كفائتهم وازاي يتعمل معاهم وازاي يديهم المهام اللي مفروض يعملوها. وازاي يحافظ على البرتوكولات تبادل بنات المشروع. وازاي يقدر يختار البرنامج اللي هنشغل بيه وبفاهم سير العمل وفاهم معايير المكاتب الستاندرد. ويكون ماهر في تكييف ادوات البيم ويكون عنده امكانية للكيو اي كيو سي رابط الجودة. ويكون يقدر يشوف على قاعد البنات للمشروع. فده حاجة اكبر من اه الكاد مانيجر. دخل في حاجة كترة جدا. واهم حاجة بالنسبة له في البيم مانيجر ان هو يكون يقدر يتعامل مع الناس ويقدر يهدر اجتماعات ويقدر يعني اكثر من تكنيكا الاجتماعي. بيعرف يتعامل مع الناس. اه محتاجين برضه عشان طبق البيم اصارة الحماس. لازم يكون الناس عارفة ايه هو البيم وهنطبقه ازاي ويكونوا متحمسين لي وان هو ده هيفر معهم جدا في المستقبل. الخطوة اللي بعد كانت نحن نعمل تقييم للشركة. تقييم للشركة بنبدأ نقيم الشركة ونقيم الموظفين ونقيم الاجهزة ونقيم الشبكة والبرامج والعمليات. واحنا فين عشان نعرف نوصل لفين وايه الخطوات اللي احنا نقدر نصول بها لحاجة اعلى. لو حد عنده ايه مشكلة في الموضوع دهوات يتكلم معنا ونقدر ان شاء الله يتواصل معيه وان شاء الله ايه نمشي واحدة واحدة مع بعض بحيس ان احنا نقيم الشركة ونقدر نشوف الخطوة الجهة تباية. ماذا كان اختيار البرامج لاني فيه برامج كتيرة جدا متنافسة. لازم تختار الافضل فاحنا بنشوف ايه للناس عارفة ايه للناس قريبة منه ايه اللي احنا ممكن نحتاجه في الشركة. يعني فيه برامج كتيرة لاني اقدر نختار البرامج الافضل لشركة. يعني انا مسلا ممكن نكون نشغال بشركة ببرامج معينة اروح شركة تانية الاقي الانسب لها برامج تانية. فاروح عامل تخصيص للشركة دي. يعني انا هنشغل ببرامج غير البرامج اللي انا كنت نشغل فابريكا. وكل ما ينزل البرامج برامج ده نجربه ونشوف ايه الافضل ممكن يكون ده فيه افضل في ميزة. طب هنقدر نستفاد بالميزة دي ولا هتاخد منها وقت وهكذا. الاجهزة في اغلب الاجهزة اصلا مصلحش الكات عشان تصلح للبيم فنبدأ ندرس ازاي نعمل وبسعر قليل بحيث الناس كلها تقدر تشغل على البيم بغير ما يهنج وغير بيكون فيها بشكل. بنعمل تدريب وبيبقى في سبورت و لو دخلت على اليوتيوب قناة بيم اريبيا هتلاقي شرح الاغلب البرامج وشرح البيم وشرح الموضوع التدريب وموضوع ازاي نحن نعمل سبورت للناس. محتاجين برضو ارتزام من الشركة نفسها وانها تعمل مكافأة لناس اللي اشتغلت بيم وانها ما تستعجلش في انها تحصل فواد البيم في اول مشروع ياخد وقت اطول لان الناس ما شغلتش قبل كده فده ياخد منها وقت اطول. موضوع نحن نختار مشروع صغير ما نبدأش بمشروع كبير. لان لو بدأت مشروع كبير ممكن الناس لاس لاسا ما تدربتش وهياخد بناموات كتير فهدع وقت. الافضل ان تبدأ بمشروع صغير الناس يبدأ الشغل عليه. وما تخش الشركولات تخش في البيم واحدة واحدة يعني لو انت قسم بتاعك في عشرة خلي كل مشروع يدخل اتنين وبعد كده المشروع اللي بعدين يدخل لاربعة والمشروع اللي بعدين يدخل ستة وهكذا. ولازم نتعاون. البيم اساسي فيه ان احنا مشغل بانتجرية البروجيكت ديليفري. فلازم يكون فيه تعاون بين كمال اقسام. ما نفعش يكون فيه حد بيعمل مش عايز تتعاون ومش عايز يشارك معنا. فلازم يكون فيه تعدد تخصصات يكون فيه بينهم تعاون. ولازم يكوننا على نفس المستوى فيه روح من التعاون بينهم. لازم يبون مع بعض. النمزجة تجبرك ان انت تعاون في اول المشروع. الحاجة تانية ممكن انت تتعاون في اخر مشروع. وتعاون اول المشروع ده بيفيجي كتير جدا جدا ان انت بفاهمين كل حاجة فالمشروع بيخلص بسرعة بدون اقام شاكل خلص. فيه معايير فيه لو دخلت عمقابل معربية هتلاقي ان احنا عاملين حاجات استاندرد لو انت عايز تشغل عليها توفر لك وقت كتير جدا. فيه حاجة اسمها كومنت داتا اللي هي البيت البيت المشتركة. بنبدأ الناس كلها تقدر توصل لفس المعلومات وفيه فولدر مثلا خاصة بالوورك ان بروجرس يعني انت اشغل مع فريقك وبعد كده لما بتخلص بتحطوها في الشيرد بحس الناس تقدر توصل ليه. في التاريخة التقليدية ما فيش اي اكود انما في بيهة الماليات المشتركة فيه كود اللي هو البي اس 1290 2007 وبي اس 1290 الجزء التاني. وده بيوفر لك وقت كتير جدا جدا من الشغل. لان في العادي في تقريبا الناس بتعشرين لخمسة عشرين من الوقت بيديع في ان انت بتبحس عن ملفه معين باش لاقيه. وباش لاقي المعلومة. انما لما يكون المعلومة متوفرة ده بيسهل كتير جدا. وبنحدد بعد كده سير العمل ايه. مين اللي هشغل في ايه ومن اللي يروح فين والادوات ايه والمعوقات الحالية ايه وازاي هنتشغل. وبفيه تحسين سير للعمل. ونبدأ نعمل اا كزا بيم كوردنيتور او نعمل كزا واحد يكونوا كويسين جدا في البيم ادارة ويعملوا صبورت للناس كلها. ونعمل ادارة للبيانات. لان ممكن يكون الشغل موجود في اكتر من الشركة. فازاي الشغل ده المعلومات هتنيل. اذا كان في نفس الشركة بتلاقي المعلومات تايها. فاكتر من شركة المعلومات بتايها. فبنبدأ ننصك منهم. فيه تنفيذ المشروع. بقى فيه خطة لتنفيذ لضمان جميع عضاء الفريق من المشروع. على نفس الفهم للمعايير والاجراءات وطنسك العمل العبر التخصصات. بنستخدم برامج عشان نتحقق من الصحة وسلامة النموذج. مهم جدا ان احنا بقى فاهمين المالك عايز ايه? الـ فاهمين هو عايز ايه? عساس ما نفاجهش ان هو عايز حاجة معينة واحنا بنعمله حاجة تانية. يعني هو عايز حمام سباحة مسلا فيه السطح اساس محادس مسلا نشوف العيلة وكده. وانت حطاله في الارضية في الجنينة فمكشوفة والصور صغير. او يعني لازم بتفاهم هو عايز ايه اساس? انت بتعمله بيته. ما تعملش حاجة اللي انت مسلا بتحب الخيول فتعمل بيت خيول والراجل اصلا احس ان هو دخل تريبة من كترة الديكور اللي انت عامله على شكل حسنا وكده. مهم جدا ان نعمل اتمتة لعملات المتكررة يعني. اذا في حاجة بتكرر خلص ممكن نعملها ببرمجة بحيس انها تخلص وممكن نصادم بدايلة ممكن نصادمها حاجة. لما نجي خلص المشروع بنقفل المشروعة ونحصل على موافة العميل في نهاية المشروع ونعمل ارقايف للملفات ونعمل تطوير المكتبات ونشوف الدروس المستفادة ونسجلها اساس ما تتكررش في المشروع اللي بعد كده.